لقد اعتمدت المملكة المغربية منذ عقود سياسة للهجرة عملية وداعمة وتوفر أرضاً للترحيب والكرم للاجئين والمهاجرين الشباب وتضمن لهم المساواة في الحصول على التعليم والسكن والتكوين المهني والتوظيف وهو تبصر يغيب للأسف لدى البلدان المجاورة التي تواصل تعريض المهاجرين على أراضيها لأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التخلي عنهم وسط الصحراء فهذه البلدان تواصل أيضاً إخضاع السكان الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين لأسوأ الانتهاكات كما هو الحال في مخيمات المحتجزين في تندوف